السلام عليكم ورحمة الله نبدأ الآن بالتست الخامس من الوحدة الأولى في مادة الأيكون من هاج متروبول الكتاب الأول هنا نلاحظ أنه في العمود الأول لدي T تساوي يعني تكراريتين في T وبالتالي هنا T تقابل الرقم 1 هنا 1 1 في العمود الأخير نلاحظ يوجد ثلاث تكراريات للP وبالتالي للP تقابل الرقم 3 لما كانت T1 والP3 وبالتالي هنا هذه الصيغة المكونة من مجموعة أحرف تقابل هذه الصيغة المكونة من مجموعة أرقام بالمطابقة نجد أن K تمثل الرقم 4 لما كانت K4 والP3 وبالتالي الشفرة الناتجة لديه سوف تبدأ ب4 تنتهي ب3 والجواب هو G في السؤال الثاني هنا نلاحظ أن M في العمود الأول مكررة مرتين وبالتالي M هنا تقابل التكرارية موجودة في المربع المظلل وبالتالي M تمثل المربع المظلل لما كانت M تمثل المربع المظلل هنا يوجد تكرارية وبالتالي G سوف تقابل هذه الشفرة أما التي تحتوي على مربع مظلل هنا نجد أن T هنا بإجراء المطابقة بين هذه الصيغة وهذه الصيغة نجد أن T هنا تمثل النجمة لما كانت T نجمة يعني كلمة تبدأ بنجمة وتنتهي بنجمة والجواب هو D في السؤال الثالث هنا بإجراء البحث في العمود الأول نجد هناك تكراريتين في D هذا يؤدي أن D تمثل الرقم 2 هنا تكرارية وهنا تكرارية إذن D تقابل الرقم 2 أيضا من العمود الأخير هنا نلاحظ يوجد تكراريتين في الم هذا يعني أن الم تمثل الرقم 5 هنا M تمثل الرقم 5 الآن بالشكل التالي كلمتي لا تحتوي على M وبالتالي أي قيمة تحتوي على الرقم 5 هي إجابة خاطئة كلمتي تبدأ بإثنان في البداية تبدأ بإثنان بالبداية يعني هنا D تمثل إثنان هنا تبدأ بإثنان هنا تبدأ بإثنان والجواب هو G في السؤال الرابع ننظر هنا في العمود الذي في المنتصف لدي A مكررة ثلاث مرات وبالتالي على هذا الأساس لدي الآن تمثل الرقم 3 إذن A تقابل الثلاثة أنا كلمتي لا تحتوي على الآ اطلاقا وبالتالي حكما لن يكون في الشفرة الناتج العدد ثلاثة وبالتالي أي جواب يحوي على الرقم 3 هو إجابة خاطئة والجواب هو A في السؤال الخامس هنا ننظر إلى العمود الأخير الفي مكررة مرتين هذا يؤدي أن الفي تقابل الرقم 1 لما كانت الفير 1 هنا نلاحظ في العمود الثاني A مكررة مرتين والE مكررة مرتين وبالتالي هذه الصيغة هنا ببساطة تحتوي على هنا لدي أربعة مع الأربعة ثلاثة مع ثلاثة وبالتالي بقية هذه الصيغة تقابل الصيغة المكونة من عدة أرقام وهي 407 وهي نفسها الشفرة المطلوبة وبالتالي الجواب 407 والإجابة هي A في السؤال السادس هنا لدي في العمود الأخير الخمسة خمسة مكررة والواحد واحد مكررة وبالتالي الشي مع الشي والشي مع الشي وبالتالي هذه الصيغة المكونة من مجموعة أحرف تقابل هذه الصيغة المكونة من أجموعة أرقام والحسن الحظ هي نفسها الشفرة المطلوبة وبالتالي 424 تقابل KOK والإجابة هي G في السؤال السابع هنا عندما نقوم بإجراء المطابقة في هذا الموقع ال-F مكررة ثلاث مرات وبالتالي ال-F هي تمثل الرقم خمسة إذن F تقابل الرقم خمسة في العمود الذي في المنتصف لدي A مكررة ثلاث مرات وبالتالي ال-A تمثل الرقم تسعة وبالتالي هنا كلمتي سوف تتهي بخمسة وفي المنتصف تسعة إذن تسعة خمسة هنا خاطئة وهنا صحيحة وهنا خاطئة نلاحظ هنا في العمود الأول لما كانت ال-S مكررة مرتين وبالتالي ال-S تمثل الرقم في التكرارية هي ثلاثة إذن S تمثل الثلاثة وبالتالي أنا كلمتي لا تحتوي على S وبالتالي حكم من نتيجة سوف لن يخرج الرقم ثلاثة وبالتالي هنا في الرقم الرقم ثلاثة موجود E خاطئة والجواب هو J في السؤال الثامن نلاحظ هنا الشفرة الوحيدة التي تحتوي على تكرارية في الأول والأخير هي الشفرة E E وبالتالي تقابل الB وهي 5 4 5 وبالتالي E تقابل الخمسة أيضا لدي هنا شفرة وحيدة تحتوي على E تكون 5 في المنتصف وبالتالي الشفرة الوحيدة التي تكون 5 في المنتصف هي 2 5 3 وبالتالي M تمثل الرقم 2 وبالتالي الشفرة الخاصة لدي سوف تنتهي بالرقم 2 هنا ننتهي بـ 8 خاطئ 5 خاطئ 3 خاطئ 8 خاطئ والإجابة هي A في التمرين التاسع هنا نقوم بإجراء المطابقة في العمود الأول هنا لدي N مكررة 3 مرات وال N مكررة مرتين هنا ببساطة يمكننا إيجاد N مكررة 3 مرات تمثل الرقم 3 إذن N تقابل 3 وبالتالي حكما L تقابل 9 وبالتالي كلمتي سوف تبدأ بالرقم 9 الآن لدي شفرتين إن و ال ik وحدة منهما هي الشفرة المطلوبة الصحيحة لما كانت إن 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 لن لا تحتوي على N وبالتالي حكم سوف لن يخرج 3 في الشفرة الناتجة وبالتالي هنا يوجد الرقم 3 إجابة خاطئ والجواب هو A في السؤال العاشر هنا نلاحظ أنه يوجد تكرارية في M نقوم بحثفه وتوجد تكرارية في Y و K و في SH وبالتالي هنا لا يوجد تكرارية لا في R ولا في H ببساطة الآن كل رقمين مكررين يجب حثفهما وبالأخير تطلع لدي قيمة H هنا نلاحظ أنه لدي التسعة مع التسعة والاثنان مع الاثنان أيضا لدي الستة مع الستة والواحد مع الواحد وبالتالي هذه الشفرة تقابل R E H وهي الشفرة الصحيحة المطلوبة في السؤال 11 هنا عندما ننظر إلى العمود الأول في هذا الموقع نلاحظ أنه لدي SH مكررة مرتين و K مكررة مرتين وبالتالي هذه الشفرة المكونة من مجموعة أحرف تقابل الآن هنا يوجد D تكرارية في الثلاثة وتكرارية في الاثنين وبالتالي تقابل الرقم 902 وحاسن نلاحظ هي الشفرة المطلوبة وبالتالي جواب 902 والإجابة هي B في السؤال في السؤال الثاني الثاني والأخير في هذا التست هنا ننظر إلى العمود الذي في المنتصف نلاحظ أنه هنا لدي L مكررة مرتين هذا يؤدي أن L تقابل الرقم 9 إذن L تقابل الرقم 9 وكلمتي لا تحتوي على L وبالتالي أي شفرة في الجواب تحتوي على الرقم 9 هي إجابة خاطئ D و A و B إجابة خاطئ الآن يجب أن نميز بين G وال E ألا وهي بين الشفرة R A B المطلوبة و K A Z الشفرة الغير صحيحة الآن نلاحظ هنا بين K A Z يوجد A مكرر في أول الشفرة المكونة من A L E يعني هنا لدي الأربعة مكررة مرة أخرى في رقم آخر إذن مكررة في البي بين المثلات غير مكررة في مرة أخرى لماذا؟ لأن R هو عنصر منفرد في هذه المجموعة من الشفرات وبالتالي ببساطة هنا أوجدت أن A تمثل الرقم أربعة وأنا كلمتي لا تحتوي على الحرف A وبالتالي إجابة خاطئة والجواب هو G وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر